السلام عليكم يا كرام كيف الحال والاحوال يا رب تكونوا بخير في البداية صديقي لا تنساني من اللايك والشير سبسكرايب في القناة الأول مرحلة لك تشوفنا ودعمنا بالانتساب للقناة وتفحيل ميزة التشكرات السؤال بيقول أنا عندي جهاز كمبيوتر وأريد عمل أرضي للكيسة من خلال ربط النيترال الكهرباء بسلك مع جسم الكيسة هل يصلح ذلك وهل سيتسبب ذلك في تلف الباور سبلاي وهل الموضوع ده يصلح لعمل أرضي الإجابة لا ينصح بعمل أرضي للكيسة عن طريق ربط النيترال بجسم الكيسة هذا العمل يمكن أن يؤدي إلى خطر الصعق الكهربائي وقد يتسبب في تلف الباور سبلاي وأجزاء الحاسوب الأخرى يوصى بالحصول على مقبس كهربائي بيحتوي على ثلاثة أسلاك اللي هي الكهرباء والنيترال والموصل الأرضي وتوصيل جسم الكيسة بالموصل الأرضي في المقبس الكهربائي بشكل صحيح وهذا سيمنحك الحماية اللازمة ضد الصعق الكهربائي ويضمن توصيل جسم الكيسة بالأرضي بشكل آمن يجب عدم التلاعب بالطيار الكهربائي أو الاستخدام إلا إذا كنت مؤهلا لذلك وتمتلك المعرفة اللازمة والخبرة في هذا المجال وإذا لم تكن متأكدا من كيفية عمل الأرضي بشكل صحيح يوصى بالتواصل مع فني تركيبات كهربائية مؤهلة لتنفيذ العمل بشكل آمن وصحيح لحد هنا لكم حالك استفادت معلومة حالك استفادت لايك وشيري بالأول مرة حالك شوفنا سابسكرا في القناة شوفكم على خير كان معكم قلعا عبد الرفعي عبد النقاط عبد الرفعي عبد الرفعي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته